السلام عليكم سعيد بلقائكم وأسعد بالحديث مع وجهكم ما طيبة على كل حال في حلقة اليوم سنرى أفضل الهواتف أقل من ثلاثة ملعين يعني حوالي بين ثلاثة وعشرون ألف حتى ثلاثون ألف دينار تزائري هناك العديد من الخيارات وتنشر مؤخرا الكثير من الفيديوهات ولكن الأغلب يبحث عن الخيارات الصحيحة وهذا ما سنجده على أمني يعني بتجديد دائم مع الفيديوهات بالدولار الأمريكي هي حوالي بين المائة وثلاثون حتى المائة وسبعون دولار أمريكي سنرى هذه الهواتف سنرى الهواتف التي ستصل مؤخرا إلى هذه الطبقة يعني هواتف كانت بسعر أكبر ولكن بدأ سعرها ينخفض وقبل البداية لا تنسوا شبابك لا عادة وكما عاوتمونا ضغط زر اللايك أسفل هذا الفيديو وهذا يعتبر أقل شيء بإمكان متابعي ومحبي أمني تقديمه لنا المهم ما نطول عليكم أخليكم مع المقطع مشاهدة طيبة نبدأ مباشرة مع أفضل عاش الهواتف سأعطيكم السعر بالدينار وسيظهر في الشاشة السعر مع الدولار الأمريكي في المرتبة العاشرة لديه الجي جي سكس بشاشة 5.7 إنش دقة WQHD Plus مع معيار IP68 لمقاومة الغبار والمائة يشتغل على معالة سناب دراجون 821 رام 4 جاكا ومساحة تخزين داخلية 64 جاكا حقق على منصة فحص الأداء أنتوتو 156 ألف نقطة بكاميرا خلفية 13 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 5 ميجابيكسل مع بطارية 3300 ميلا أمبير تدعم الشحن السريع بسعر 23000 تنار جزائري في المرتبة التسعة Xiaomi Redmi 8 بشاشة 6.22 إنش دقة HD Plus مع معالة سناب دراجون 439 رام 4 جاكا ومساحة تخزين داخلية 64 جاكا حقق على منصة فحص الأداء 80 ألف نقطة لديها كاميرا خلفية مزدوجة 12 زي 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 8 ميجابيكسل مع بطارية 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بإستطاع 18 واط بسعر 27000 دينار جزائري وهناك نسخة ثانية 33 جيجابايت بسعر 24000 دينار جزائري في المرتبة الثامنة لديها الهونور 8C بشاشة 6.26 إنش دقة HD Plus مع معالية سناب دراجون 632 38 رام 4 جيجابا ومساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت حقق لي على الآن توتو 104 ألف نقطة مع كاميرا خلفية مزدوجة 13 مع 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 8 ميجابيكسل يحمل بطارية 4000 ميلي أمبير بسعر 24000 دينار جزائري في المرتبة السابعة لديها الجالكسي M10S بشاشة سوبر أمولاد بحجب 6.4 إنش دقة HD Plus مع معالج اكزانو 7884 رام 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت حقق لي على الانتو تو 95000 نقطة مع كاميرا خلفية مزدوجة 13 مع 5 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 8 ميجابيكسل مع بطارية 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعات 15 واط بسعر 26000 دينار جزائري في المرتبة السادسة لديها نوكيا 5.1 بلاس بشاشة 5.86 إنش دقة HD Plus مع معالج هاليو بي سي تون رام 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت حقق لي على الانتو تو 23000 نقطة مع كاميرا خلفية مزدوجة 13 زاية 5 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 8 ميجابيكسل مع بطارية 3060 ميلي أمبير بسعر 27000 دينار جزائري في المرتبة الخامسة لديها شاومي رادمي 7 بشاشة 6.26 إنش دقة HD Plus مع معالج سناب دراجون 632 رام 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت حقق على الانتو تو 103 ألف نقطة مع كاميرا خلفية مزدوجة 12 زاية 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 8 ميجابيكسل مع بطارية 4000 ميلي أمبير بسعر 26000 دينار جزائري في المرتبة الرابعة لدينا سامسونج جالاكسي بشاشة 6.3 إنش دقة ال FHD Plus مع معالج إكزينو 7904 رام 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت حقق على الانتو تو 109 ألف نقطة مع كاميرا خلفية 13.5 ميجابيكسل كاميرا سيلفي 8 ميجابيكسل مع بطارية 5000 ميلي أمبير تدعم الشحنة السرية باستطاعة 15 واط بسعر 28000 دينار جزائري في المرتبة الثالثة لدي شاومي رادمي نوت 5 بشاشة 5.99 إنش تقتل FHD Plus معالج سناب دراجون 636 رام 4 جيجابا مساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت حقق على الانتو تو 117 ألف نقطة أما الكاميرا الخلفية مزدوجة 12.5 ميجابيكسل أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 13 ميجابيكسل مع بطارية 4000 ميلي أمبير بسعر 28000 دينار جزائري في المرتبة الثانية لديها واوي عنور 10 لايت بشاشة 6.21 إنش دقة FHD Plus مع معالج كيرين 710 رام 3 جيجابايت مساحة تخزين داخلية 64 جيجابا حقق على الانتو تو 111 ألف نقطة مع كاميرا خلفية مزدوجة 13 زي 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 24 ميجابيكسل بسعر 29000 دينار جزائري أما في المرتبة الأولى وحقيقة تردت كثيرا في وضعه في المرتبة الأولى بسبب سعره لدينا شاشة 6.09 إنش أو 6.1 إنش دقة HD Plus معالج سناب دراجون 665 رام 4 جيجابايت مساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت الكاميرا الخلفية مزدوجة 48.8 ميجابيكسل أما كاميرا السيلفي فهي 32 ميجابيكسل حقق على الانتو تو 139 ألف نقطة مع بطارية 4030 ميلي أمبير تدعم الشحنة السريع باستطاع 18 واب لماذا تردت في وضعه في المرتبة الأولى لأن سعره الحالي بين 29.500 دينار جزائري حتى 32.000 دينار جزائري يعني هناك بعض الباعة أدخلوا في هذه الطبقة السعرية ولكن بعض الباعة الآخرين ما زالوا يبيعونه بـ 32.000 دينار جزائري لذا وجدت أن حوالي 40% من الباعة يبيعونه بـ 29.500 دينار جزائري قررت وضعه لكم وهذا اختيار يعني إن لم تجد يشتري الحونور 10 لايت أو غيرها من الهواتف في الطبقة غير هذا من الهواتف وجدت بعض الهواتف لكن لدى باع قليلين جداً مثلاً الجالكسي M30 وجدته بسعر بين 30.000 دينار جزائري حتى 33.000 دينار جزائري لدينا هواوي بي سمارس 2019 وجدته بسعر بين 28.000 حتى 32.000 دينار جزائري لدينا مثلاً هناك خيار إضافي يعني 36.000 دينار جزائري هناك هاتف أيضاً جيد ولكنه قليل في الأسواق وهو نوكيا 4.2 بسعر 28.000 دينار جزائري أما عن بعض الهواتف التي لا أنصحكم بشرائها والابتعاد عنها لأنها أصبحت قديمة والمنافسين الجديدين أقوية كثيراً لديه هواوي Y7 برايم لديه الجالكسي A20 S لديه أوبو A71 أوبو F5 الجالكسي G3 برو لديه هواوي Nova 2 Xperia Z5 Premium لديه Samsung Galaxy A10s لديه أوبو A5s لديه Galaxy J6 Plus ولديه iPhone 6 هاته الهواتف ولا عليها الزمن ورأيتم أفضل 10 هواتف كانت مختارة بالدقة عالية جداً أتمنى أن تشتروها وتعجبكم ولا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة إن كانت أول مرة تشاهدونا لما لا تفعلوا زر الجرس حتى تتوصلوا بجديد الفيديوهات ودردش في عالم الهواتف الذكية يلا ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة